بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكريم يطيب لي في مستهل حديثي إليكم اليوم بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان أن أرحب بكم جميعا سواء كنتم مساهمين في أعداد تلك الاستراتيجية أو من المصريين والضيوف الأجانب الذين يشاركوننا تلك اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر والتي أعتبرها خطوة جادة على سبيل النهود بحقوق الإنسان في مصر أغداً في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في سياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وها نحن اليوم حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجياتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تعد نتاجاً لجهود حثيثة بزلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام وعداً أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لتمحوات وآمال الشعب المصري كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل المجتمع المدني من مختلف المحافظات وعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الاستراتيجية السيدات والسادة إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأنه ثمت ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ تلك التشريعات والسياسات من جانب آخر وهي الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراعتها جميعاً فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع كما يكفر الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتسخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان فالجميع أمام القانون سواء كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقادي فمصر ترحب دوماً بتعدد الآراء بل واختلافها ما دمت تراعي حريات الآخرين وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها ولطالما تبنت مصر وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي فنًا وأدبًا وثقافةً بل أطحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العابلة به كما يتوفر لدينا على التوازي اقتناعٌ راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وتبزل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز كما يتمتلك مصر بنيةً مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافةً مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنصق في هذا المجال وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهاد ذات السلة وتطلع المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور يقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات السلة ونشر الوعي بها ويقدم تقاريره السنوية للدولة ويأتي المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري ومما لا شك فيه أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشركاته مع الدولة لا غنى عنها ومن هنا كان توجيهي للحكومة بإعادة النظر في قانون الجامعيات الأهلية السابق وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بما يتضمنه من تيسيرات وضمنات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم ألفاً وثلاثمائة منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية ومع إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية فإننا نولي اهتماماً خاصاً لتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكوناً مهماً للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون ولتعزيز هذه الحقوق تم وضع تحديث العديد من التشريعات الوطنية وإنشاء عدد من الهيئات والكائنات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق ودمان التمتع بها ولقد شهدت الحياة السياسية والعامة في مصر نشاطاً مكثفاً خلال الفترة الماضية تكلل بإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية واطلع ممثل الشعب بمسؤوليتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية سعياً نحو تحقيق الصالح العام كما تم استكمال مؤسساتنا التشرعية باستحداث مجلس الشيوخ وإجراء انتخاباته لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع مجلس النواب وتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل ودائم يختص دون غيره بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كافة مراحلها بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية كما تم أيضاً وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائل الانتخابية وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وقد مسألت هذه القاورية نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية أما على مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بزل جهودها الحسيسة للتأكيد على قيم المواطنة والتسابح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز ولقد حقاقت الدولة المصرية تقدماً مشهوداً لها في هذا المجال دماناً للمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات وليس أدل على ذلك من إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذي تم بموجبه تقنين أوضاع نحو 1800 كنيسة ومبنى تابع لها كما يتناغم وقوف كل من مسجد الفتاح العليم جنباً إلى جنب معكة الرئيط ميلادي المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كشاهدين على تلك الجهود والإنجازات وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة مصر 2030 على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ فضلاً عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية وهو من عكسها بشكل مباشر على مستوى إمفاز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصةً فيما يتعلق بالحق في السكن المنائم وفي الرعاية الصحية المناسبة وفي العمل المنتظم وفي الغذاء الصحي وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور وفي التعليم الجيد ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة لتنمية تطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أقصر من نصف تعداد مصر وغيرهما من المبادرات القومية العديدة واستطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المسواة وتمكين المرأة حيث حصلت على 128 مقعداً من مقعد مجلس النواب في انتخابات عام 2021 بنسبة تجوزت 28% بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموعة 8 وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من 25% فضلاً عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع ومضت الدولة المصرية في وضع استراتيجية 2030 الخاصة بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واكتماعياً ولم يقف اهتمام الحكومة المصرية عند هذا الحد بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذو القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فلدينا إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئة الأولى بالرعاية ولن ندخل جهداً في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم وما تجل أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة أما الشباب فلقد حرس الدولة على رعايتهم وتنمية قدراتهم وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص العمل لهم وانطلاقاً من أهمية انفتاحهم على الآخر والتعرف على الثقافات المتعددة فلقد حرسنا على توفير المحافل المناسبة لذلك ويأتي في القلب منها منتدى شباب العالم الذي تحرس مصر على تنظيمه بشكل سنوي ونأمل في استئنافه قريباً عقب انقضاء جائحة كورونا وما تفرضه من إجراءات احترازية كما اهتمت الدولة أيضاً بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المساهمة في تحمل المسئوليات الوطنية فجاءها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عام 2017 حيث أصبح الشباب يشاركون في سياغة خطة التنمية وتنفيذها بل أضحى بعضهم نواباً للوزارات والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان وذلك من خلال ما تتخذوه الأكاديمية من برامج تأهيلية لسقل مهارتهم وإعدادهم السيدات والسادة يهمني أن أؤكد مجدداً أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن باهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاول حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق وإيماناً بأن العبرة تكمن دوماً في التنفيذ فإنني أوجه لجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكلفات الموكلة لها كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك وعلى رأسها ما يلي أولاً مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ثانياً دعوة الكائنات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل للخلاق والحوار الموضوعي ثالثاً ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيش ملائم له ولأسرته بما وفر لهم ما بقى ما يفي باحتياجاتهم الإساسية رابعاً تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنزيم ممارسة العمل الأهلي ولأحته التنفيذية لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع خامساً الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز سادساً تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوة في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوة والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها سابعاً تكسيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان ويطيب لي قبل أن أختتم خطابي إليكم أن أعلم عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واكتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان مساهمة في تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم تؤكد مصر مجدداً احترامها لجميع التزاماتها تعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة بما يضمن للوطن أمنه واستقراره الأمر الذي يستلزم بز لمزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائماً وستواصل للمؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقاً لتلك الغاية فلم تغفل مصر وهي على عتاب تأسيس جمهورية جديدة أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيماناً بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة الوطن كرامة المواطن المصري شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم